أدى المندبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2018 والمعينون بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022 أدوا اليمين القانونية أمام المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة وهنى رئيس المجلس الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهم السوابق القضائية مشددا على ضرورة الالتزام بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه فرحون الواحد فخور أنه والتحق بمجلس الدولة المصري حسن الحق والحريات كان حلمه كان طموح وهدف الواحد يوصل للمكان زي مجلس الدولة طبعا الحمد لله طبعا يعني على الانضمام لمكان كبير زي ده مجلس الدولة وبنشكر السيدة رئيس الجمهورية والسيدة مصر عادة العزب رئيس مجلس الدولة على ثقاتهم فينا وأنهم اختارونا يعني أننا نكون في المكان ده وطبعا الحمد لله يعني ربنا ما ضيعش تعبنا ولا تعب أهلينا وكل المجهودنا الحمد لله النهاردة الحقيقة شعور بالفخر والسعادة والتكريم والمسؤولية فيه طبعا سعادة وفخر بالانضمام لمجلس الدولة المصري حسن الحق والحريات وفي ذات الوقت طبعا التعيين جاي من قبل السيد رئيس الجمهورية السيدة رئيس عبدالفتاح السيسي فده فخر وتكريم بنشكره عليه شكرا